إيه اللي حصل مبارح في مباراة الزمالك؟ كانوا داخلين متحمسين والحمس كانوا أخدهم وفجأة لقينا استهتار في الملعب وبازت المباراة مزبوط يمكن كان جمهور الزمالك شوية متعشم أكتر في الفوز المتش في القاهرة المباراة على أرض الزمالك المباراتين الأخيرتين في الدوري الزمالك فاز بيهم وكان قدم أداء جيد كانوا البعض بيظن مع وجود فييرا شوية فييرا شوية هيكون فيه دوافع أكبر للفوز خاصة أن الزمالك كان محتاج للفوز بالمباراة دي عشان تجدد أو تخلي فرصه في الصعود أكبر لكن ممكن ده ما شفناهوش شوية فيه المباراة مبارح سواء على مستوى اللاعبين أو سواء حتى القرارات الفنية اللي خدها فييرا أنا قلت بفضل أنه ما يبدأش مع الزمالك المباراة دي كان كامل أسامنا به إدارة المباراة لكن هو فضل التواجد لكن كان فيه أخطاء فنية كتير جدا منه مبارع زي خروج زيزو مثلا أهم لعيب الزمالك طوال المباراة هو ده اللي جاب الجون زيزو طبعا هو أفضل خروجه يعني خروجه أفضل لعيب الزمالك فخروجه كان مؤثر جدا وغريب والقرار نفسه فنيا فكان الأفضل اللي سمن به دير المباراة بعيدا كمان عن فريرا أو الأخطاء الفنية أداء لعيب الزمالك نفسه اللاعبة مش مركزة مع النادي فيه لعيبة كتير جدا يعني بتتعامل باستطار كبير جدا مع الفريق يمكن حتى هو أفضل الزمالك كلعيبة على المستوى الفردي عنده لعيبة جيدة جدا لكن على مستوى كفريق كورة أو مجموعة سيء جدا فيه أداء غريب جدا من اللاعبين فيه كل الخطوط تقريبا في لعيبة بتلعب كأنها مش عايزة تلعب مش مهتمة مش فرق معاها يمكن رغم أن لسه فاضل نص موسم تقريبا يعني حتى لو عادك بينتهي نهاية الموسم من الاحترافية وككورة أنك تأدي بشكل أفضل إذا كنت حتى هترحل في نهاية الموسم وده تأثيره سلبي طبعا خاصة البديل كمان اللي موجود على الدكام مش بنفس الجودة اللي موجودة في الملعب كل دي أسباب بتأثر على زمانك لكن حتى الآن الزمالك لسه مخرجش من البطوط حتى الآن مخرجش طبعا لأنه هو بتروع تليتكو سبع نقاط والزمالك النقطتين الزمالك عنده مباراتين إذا فاز بيهم هيكون تمن نقاط بالشرط إن بتروع تليتكو يخسر المباراتين القادمتين موضوع معلق على الفوز في المباراتين اللي جايين وخسارت بتروع تليتكو يخسر المباراتين قرارات من مجلس الإدارة عرض مجموعة من اللاعبين مجموعة من اللاعبين للبيع أو عدم تجديد عقدهم يمكن هم بيشوفوا إن ده الحل خلاص نحن ما نركز في بطولات لكن نركز على بناء فريق جديد أو مشروع جديد مع فريرة للموسم القادم طيب أنت شايف إن ده الحل ولا دعم اللعيبة نفسيا إن هو ده الحل وإن أوضاعهم تستقر في النادي اللعيبة مش عايزة جدد يعني طرق حامد مش عايزة جدد محمد أبو جبل مش عايزة جدد مع الزمالك أشرب بن شاركو مش عايزة جدد فخلاص أنا بشوف إن الأفضل خلاص إن الزمالك يبدأ يفكر في مين اللي هيكون موجود معا أنا ضد الإعلان عن القرارات دي سريعا بعد مباراة زي مباراة الوداد لأن انت لسه عندك مطشين في بطولة إفريقيا عندك فرص حسبيا عندك فرص عندك منافسة على الدوري المصري فكرة الإعلان عن ده دلوقتي شوية بشتت لعبين أو أكثر من هم مشتتين تقريبا بأثر على الفريق بشكل كبير جدا فكان الأفضل خلاص إحنا القرارات دي تأخذ لكن في توقيت آخر غير التوقيت غير التوقيت الحالي زي مالكي بدأ يفكر في بناء فريق أعتقد ده أفضل له الموسم القادم بشكل كبير جدا ده هيكون الاتجاه وأعتقد ده أفضل له هي بداية غير موفقة لفريرة ولكن خلينا نتفق إن الوقت كان دايق جدا وكان من غير الموفق أصلا أنه هو يبتدي في هذه المباراة فكرة أنه هو يعني الاعتماد على لعيبة من 2003 وتصعدهم للفريق الأول مع وجود فريرة ده حيدي شكل وطعم جديد لزمارك في الفترة الجانية هي مغامرة هي مغامرة زي الإعلان عن عن الاستغناء عن عدد من اللعبين وعدم تجددهم مغامرة يعني أنا بشوف أن أوكي تمام خد القرار ده غلا ما اللعبين مش مركزة معاك لكن في نفس الوقت دون الإعلان عنه لأن أنت ما زال عندك المنافسة على الدور فرق النقاط مش كبير بين الأهل والزمالك ولا الأهل ولا زمالك وبرمز يعني على أقل المنافسة ضمان المركز الثاني عشان نطلق فرق لكن المنافسة عملا مش بعيد فأنت لما بتعمل ده بتأثر شوية بتأثر بشكل أكبر على اللعبين على اللعبين حتى لو اللعب مش مكمل معاك فالأفضل دعمه دخول اللعبين من 2003 زمالك كده كده ومجموعة من الناشئين انضموا لي الفريق الأول فالمجموعة هي موجودة متواجدة بالفعل مع الفريق مع كارترون كان بيشارك منهم بعض اللعبين مع أسامة نبيش شارك بعض اللعبين فما فيش تغيير وفيش حاجة جديدة حصلت هو الجديد هل أنت بعد الإعلان عن أن اللعبية دي مش هتكمل معاك هل الخمس لعبين دول مش هيدخلوا التشكيل الأساسي ده اللي هيعمل أسر لو دخلوا التشكيل الأساسي أنت أعلنت أنه مش هجدده معاك وأنه ما فيش فرص طب إنت إزاي هيلعبه معاك المتشط الجاية ولا أنت هتستبعدهم تماما من القائمة يعني آه الكرارات خلاص تمام إحنا معاها لكن في نفس الوقت أنت تأثيرها إيه هيكون عن فريق أعتقد هيكون لها تأثير سلبي أكتر خلاص أنت خرجت من الموسم أنت بتركز على الموسم الجاي فتبدأ تركز على البناء لكن الكرارات لازم تكون في نهاية الدور لأنت لسه ما زلت بتنافس رقميا وحسبيا أنت ما زلت بتنافس حتى الآن